اهلا بكم مشاهدينا الى نشرة الموجزة من قناة الشروق استقبل رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير مياردد بمقر اقامته بجبا امز عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي بحضور وزير الدفاع ياسين ابراهيم ووزير الخارجية المكلف السفير على الصادق ومن جانب حكومة جنوب السودان مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان لشؤون الامنية الفريق توت قلواك وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز اوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بجانب التشعر حول القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي بمدينة جبا امس النائب الاول لرئيس جمهورية جنوب السودان رياك مشار ونائب رئيس جمهورية جنوب السودان حسين عبدالباقي كل على حدة وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين واهمية التعزيز وتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين الخرطوم وجبا في مختلف المجالات وبشأن ما جرى خلال اللقاءين قال وزير الخارجي المكلف السفير علي صادق في تصريح صحفي انه تم خلالها استعراض الدور الذي يمكن ان يطلع به السودان في مساعدة اطراف اتفاقية السلام الجنوب السودان المنشطة في تسوية الاوضاع الانتقالية في جمهورية جنوب السودان ومن ثم العمل على انهاء فترة الانتقال الحالي حزب اتفاق السلام للوصول الى مرحلة الانتخابات اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر اوبكر حجر على سير عمل اللجنة العليا لادارة ازمة محلية بليل بولاية جنوب دارفور وامن حجر خلال لقائه بالقصر الجمهوري امس وفدى اللجنة برئاسة نائب سلطان عموم الداجو ادم سليمان خميس اسحاق على الجهود العظيمة التي تبذلها اللجنة لا سيما مساعيها في عدة الاعمار بالمحلية وتوفير متطلبات الامن والاستقرار للحلولة دون نزوح سكان المناطق المتأثرة بالاحداث الاخيرة التي شهدتها المحلية ضمن اجتماعات التحالف الدولي المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان شارك رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان رفعة ميرغان عباس في اجتماعات الشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والتي تقام بالجنيف هذه الايام وشهد الاجتماع نقاشات عميقة حول وضع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في افريقيا كما اتخذ الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في افريقيا اخيرا مشاهدين احتفلت شرطة قوات محمية الدندر الاتحادية باليوم العالمي للحياة البرية وسط مشاركة رسمية وشعبية شملت مدير الحياة البرية بولاية سنار والنيل الأزرق والقضارف بالإضافة إلى الإدارة الأهلية وفعاليات المجتمع وتجدر الإشارة إلى أن احتفال هذا العام جاء تحت شعار شراكات لصون الحياة البرية انتهى ميزة الأخبار المزيد تفضل بزيارة موقع الشرق نت فرعية الرحيم اشتركوا في القناة